بلعب في جم 38 جهون تلعبوا أنا بقى ما بقول لك أنت أنا ما بقول لش هو بقول لك أنت عشان هو ما بيعرفت عربوا عددك ما تندخلش في اختيارات طالث يريد بس أنا متضايق طبعا أهزي حول ونبعي دعب أبراهيم ونبعي كان يلعب فيه كل ما شفناه في ودي دجلة وكان في سويسرا ضياء سيد ما حدث مع علي لطفي هانا والأهلي في خطر سيف زهر يكشفك وليس استبعاد كهرباء من الأهلي السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجراسة لغز كبير في عدم مشاركة كهرباء كل رفض مشاركته بسبب سوء الأداء كشف مصدر داخل الناد الأهلي عن حقيقة تغريب محمود عبد المنعم كهرباء 300 ألف جناه لوجود مشادة بينه وبين أحد لعابي الفريق الأحمر وشيرا إلى أن كل ما يتم تدوله حول هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الوطن سبورت أن إدارة الأهلي لم تفرد أي عقوبة على كهرباء سواء غرامة أو استبعاد من الفريق وأوضح المصدر أن كهرباء ملتزم مع الفريق منذ عودة للمشاركة بقميس الأهلي خلال مباراة سموحة في نصف نهاية كأس مصر ولم يفتعل أي أزمة خلال الفترة الماضية وأنا لا اشهدت مدربه السويسري مرسيل كولر في أكثر من مناسبة ضياء سيد ما حدث مع علي لطفي هانا والأهلي في خطرة علق الفنان محمد رزق على فيديو اعتداء أحد مسؤولي الهلال السودانية على حرس الأهلي على لطفي وضربه بالقلم على وجهه وقال محمد رزق تصرف غير حضاري وسلوك لا يموت للرياضة بسلام وعلق هيثم الصوبات المتحدث باسم ناد الهلال السودانية على فوز ناديه على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب الجوهر الزرقى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعة بمسابقة دور أبطال أفريقيا وقال الصوبات في تصريحات أبرزتها صحيفة كفرو ترأى السودانية وهد الفوز الذي حققه الهلال على الأهلي إلى مرتضى مصور رئيس ناد الزمالك وأضاف الهلال استحق الفوز على الأهلي والانتصارات لن تتوقف أبدا عند هذا الحد سيف زاهر يكشف كواليس استبعاد كهرباء من الأهلي كشف العلام سيف زاهر عن كواليس استبعاد محمود عبد المنعم كهرباء جنح الفريق الأول لكلة القدم بالناد الأهلي من المباراة الماضية وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر فضية أونتم سبورتس كهرباء كان يعاني من دور برد في الفترة الماضية وهو ما أبعده عن المباراة وبعد تم ثوله للشفاء عاد للتدريب مرة أخرى وأضاف السويسري مرسل كولر المدير الفني للأهلي قال لكهرباء بعد عودته لتدريبات جملة مهمة جدا أنت لما لعبت الفترة اللي فاتت لعبت بعد بأداء رائع في التدريب أنا شعرت أنك بتتضرب كل أواة اللي بيطمرا كويس هو اللي هيلعب وهذه النقطة غير موجودة في كهرباء حتى الآن وتابع كهرباء من الممكن أن يكون عايدا من دور برد قوي أو كان يعاني من الإجهاد بعد عودته للمشاركة في المباراة عقب غيابه لفترة طويلة الهلال ضد الأهل شوبر يحذر من مؤامرة وعلي لطفي يفجر غضب الجماهير تعرض نادي الأهل للخسارة من نظير الهلال السوداني بهدف دون رد في المواجهة التي وقيمت عصر أمس السبت على ملعب الجوهر الزرقاء في الجولة الثانية من دور المجموعة لبطولة دور أبطال إفريقيا مباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والخمسين بعد تزديدة قوية من مكابي وبعد خطأ من محمد الشناوي حيث لم يتمكن من التصدي للكرة لتسكن شباك المارد الأحمر وتعرض الأهل للهزيمة في مباراة الأولى من دور المجموعات بعدما تم تأجيل مباراة في الجبلة الأولى ضد القطن الكاميرونية بسبب مشاركته في كأس العالم الأندية وحذر الإعلام أحمد شوبر حارس مرمى الأهل ومنتخب مصر السابق من مؤامرة على المارد الأحمر في بطولة دور أبطال أفريقيا من جانب فريق سانداونز الجنوب أفريقي وقال أحمد شوبر يجب أن يحصل الأهل على أربعة نقاط من مباراتي سانداونز المقبلتين من أجل الدخول في المنافسة بقوة على التأهل من المجموعة بعد أن وضع نفسه في مأصق كبير بالخسرة أمام الهلال السوداني وتابع شوبر يجب أن يستمر فريق سانداونز يترقب النتائج ولا يضمن التأهل مبكرا وذلك حتى يلعب مباراتيه الآخرتين أمام الهلال السوداني والقطن الكامروني بكل قوة ولا يترك لهما المباراتين وكشف شوبر مخاوفه من المؤامرة على الأهل قائلا أخشى من أن يفكر سانداونز في الإطاحة طيب الأهل من دور المجموعة بترك مباراتيها أمام الهلال والقطن ولذلك يحتاج الأهل لحرمانه من هذا المخطط عبر تعطيله بالحصول على أربعة نقاط على الأقل من مباراتي الفريقين مع المقبلتين وانطلقت جماهير الأهل غاضبة ضد الهلال السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاعتداء على علي لطفي حرس الفريق من قبل أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق السوداني وبعض المباراة حول الشناوي التعدي على طبيب فريق الهلال لكن مع تلك المناوشات قام أحد أفراد الجهاز الفني بالتعدي على علي لطفي وطلبت الجماهير الحمراء برد قوي من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيبة ضد ما حدث من اعتداء على حرس الفريق شاهد خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني للهلال السوداني وقعت مشاجرة بين حرس الأهل محمد الشناوي والجهاز الفني للهلال السوداني بعد نهاية المباراة وعلى الفور تدخل ديانغ وسامي قمصان لتهديئة حارس الاهلية وقررت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلية مغادرة السودان في التاسع من مساء اليوم متوجهة الى مدينة اسوان وذلك عقب مواجهة الهلال التي وقيمت عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعة ويستعد الاهل مباشرة بعد لقاء الهلال للمباراة المرتقبة مما اسوان ضمن منافسات الاسبوع رقم 19 للبطولة الدور الممتازة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبلة وفاز الهلال السوداني على الاهل واحد مقابل صفر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدور أبطال أفريقيا وسجل مع كابيلي ليلو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة الثالث والخمسين مرتضى وانصور يتحدث عن سبب من أسباب فشل التعاقد مع القندوس ومروان عطية كنت سأتعاقد بخمسمائة ألف دولار والخطيب عرف راح دفع أكثر مني بكثير ونحن نعمل في السر لكن هناك البعض يتحدث وأكد مرتضى وانصور أيسو النادي أن فئة جمهير الزمالك تضغط عليه لتعاقد مع لعبين خلال فترات الانتقالات كما شدد على أن بعض وسائل ألام الزمالكوية تقوم بتصريب أخبار الصفقات التي يتفاوض معها الزمالك وهذا أمر يتسبب في فشل هذه الصفقات والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سوال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ضرب علي لطفي لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرسة لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر